هذا الاسبوع أو قبل يومين كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس إدارة النادي نعى إلى أعضاء وجماهير الأهلي رحيل واحد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي القدامى الكبار الزاعي والإعلامي الكبير الأستاذ حمد الكنيسي الذي وفته المنية بعد صراع قصير مع المرض ومشوار حافل من العطاء سواء في العمل الإعلامي أو حتى العمل النقابي في نقابة الإعلاميين اللي كان مطلع بتأسسها أو عملوا في الإعلام العسكري لأنه اعتبر الأستاذ حمد الكنيسي واحد من أهم المراسلين العسكريين في تاريخ الإزارة المصرية في حرب أكتوبر وله طبعا حضور كبير في مجلس إدارة النادي الأهلي في التمانينات والتسعينات بشمعنا رحمة الله علي أنا زملته زملته يعني حتى في المجلس المؤقت وزملته وأنا مدير نادي زملته في كثير من الالتزامات وهو كان طبعا إزاعي كبير وانتزامه قلته هو اللي أنشأ نقابة الإعلاميين أي يعني الدولة برضو حاولت أنها توقف في بسمة ملحيتش يعني هو قرار علاجه على رفقة الدولة ممكن كان أسبوع مضى قبل الوفاة لكنها إرادة الله ويعني ما شئته رحمة الله عليه ويعني يتغمده بالرحمة ويدي أهله للصبر والسلواني